حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا معمر عن الزهري عن ربيعي بن سبرتا عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم الفتح حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا إسماعيل بن أمية عن الزهري قال تذكرنا عند عمر بن عبد العزيز المتعة متعة النساء فقال ربيع بن سبرتا سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينهى عن نكح المتعة حدثنا زيد بن الحباب حدثني عبد الملك بن الربيعي بن سبرتا الجهني عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الغلام سبع سنين أمر بالصلاة فإذا بلغ عشرا ضريب عليها حدثنا زيد أخبرني عبد الملك بن الربيعي بن سبرتا عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صل أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهمين حدثنا زيد بن الحباب حدثني عبد الملك بن الربيعي بن سبرتا الجهني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصل في أعطاني الأبل ورخص أن يصل في مراحي الغنم حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا عبد الملك بن الربيعي بن سبرتا عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سترة الرجل في الصلاة الساهم وإذا صل أحدكم فليستتر بسهمين قال حدثنا يعقوب حدثنا عبد الملك بن الربيعي بن سبرتا عن أبيه عن جده أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي في أعطاني الأبل ورخص أن نصلي في مراحي الغنم ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن الربيعي بن سبرتا عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر أخبرني عبد العزيز بن عمر عن الربيعي بن سبرتا عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة في حجة الوداع حتى إذا كنا بعصفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العمرة قد دخلت في الحج فقال له سراقة بن مالك أو مالك بن سراقة شك عبد العزيز أي رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا تعليم قومين كأنما ولدوا اليوم عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد قال لا بل للأبد فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبين الصفى والمروة ثم أمرنا بمتعة النساء فرجعنا إليه فقلنا يا رسول الله إنهن قد أبينا أبينا إلا إلى أجل مسمى قال فافعلوا قال فخرجت أنا وصاحب لي علي برد وعليه برد فدخلنا على امرأة فعرضنا عليها أنفسنا فجعلت تنظر إلى برد صاحبي فتراه أجود من بردي وتنظر إلي فتراني أشب منه فقالت برد مكان برد واختارتني فتزوجتها عشرا ببردي فبت معها تلك الليلة فلما أصبحت غدوت إلى المسجد فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب يقول من كان منكم تزوج امرأة إلى أجل فليعطيها ما سم لها ولا يسترجع مما أعطاها شيئا وليفارقها فإن الله تعالى قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة حدثنا عفان حدثنا وهيب قال حدثنا عمارة بن غزية الأنصاري قال حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فأقمنا خمس عشرة من بين الليلة ويومين قال قال فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة قال وخرجت أنا وابن عم لي في أسفل مكة أو قال في أعلى مكة فلقينا فتاة من بني عامري بن صع ساعة كأنها البكرة العنطناطة قال وأنا قريب من الدمامة وعلي برد جديد غض وعلى أبن عمي برد خلق قال فقلنا لها هلاك أن يستمتع منك أحدنا قالت وهل يصلح ذلك قال قلنا نعم قال فجعلت تنظر إلى أبن عمي فقلت لها لها إن بردي هذا جديد غض وبرد أبن عمي هذا خلق مح قالت برد أبن عمك هذا لا بأس به قال فاستمتع منها فلم نخرج من مكة حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت عبد ربه بن سعيد يحدث عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الرابعي بن سبرة عن أبيه يقال له السبري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالمتعة قال فخطبت أنا ورجل امرأة قال فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث فإذا هو يحرمها أشد التحريم ويقول فيها أشد القول وينهى عنها أشد الله حثنا يعقوب حدثنا عبد الملك بن الرابعي بن سبرة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهى أن يصل في أعطان الأبل ورخص أن يصل في مراحي الغنم حثنا يونس حدثنا ليث يعني ابن سعد قال حدثني الربيع بن سبرة عن أبيه سبرة الجهني أنه قال أذنى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة قال فانطلقت أنا ورجل هو أكبر مني سنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلقينا فتاة من بني عامر كأنها بكرة حيطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تبذلاني قال كل واحد منا ردائي قال وكان رداء صاحبي أجودة من ردائي وكنت أشبى منه قالت فجعلت تنظر إلى رداء صاحبي ثم قالت أنت وردائك تكفيني قال فأقمت معها ثلاثا قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده من النساء التي تمتع بهن شيء فليخل سبيلها قال ففرقتها حثنا سفيان بن عوينة عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكح المتعة حثنا وكيع حدثنا عبد العزيز قال أخبرني الربيع بن سبرة الجهاني عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضينا عمرتنا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أستمتع من هذه النساء قال ولستمتع عندنا يوم التزويج قال فعرضنا ذلك على النساء فأبينا إلا أن يضرب بيننا وبينهن أجلا قال فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال افعل فانطلقت أنا وابن عم لي ومعه بردة ومعي بردة وبردته أجود من بردتي وأنا أشب منه فأتينا امرأة فعرضنا ذلك عليها فأعجبها شبابي وأعجبها برد ابن عمي فقالت برد كبرد قال فتزوجتها فتزوجتها فكان الأجال بيني وبينها عشرا قال فبت عندها تلك الليلة ثم أصبحت غاديا إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الباب والحجر يخطب الناس يقول ألا أيها الناس قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء ألا وأن الله تبارك وتعالى قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ترجمة نانسي قنقر سما효 ترجمة نانسي قنقر شكرا